أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القرن الصالحين أثابهم الله بما قالوا جنات تجريل تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحثنين والذين كفروا وكذروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحذبوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عرضتهم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو جسوتهم أو تحريم أغبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر والأنصاب والأسلام رئس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يرقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ممتقون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسلنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورباعكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حروم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ومنكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره حفظ الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحبم عليكم صيد البحر ما دنتم حرما واتقوا الله الذي إليه ترشعون دعا الله الكعبة البيتا حراما قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد عقاب وأن الله بخور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستغي القبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفرحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينسلوا القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وإكتبهم لا يعكمون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما يضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا جهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيل يتزنان ذاعد من مئركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتهي به زمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحطا إثما فآخران يضرما لمقامهما من الذين استحط عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله المسن فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الويوم إذ قال الله يا عيسى بن مغي مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الضين كأيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتغرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخلط الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواليين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواليون يا عيسى بن مريم فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مخبنين قالوا مريم أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منسلها عليكم فمن يكفو بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت كنت للناس اتخذوني وأمي إلى أين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تدري من تحتها الأنهار وفالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك الفرج العظيم بالله منه السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعلمون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كثبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزمون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وادعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قولا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لنضي الأنب ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استغزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيهوا في الأرض ثم قلوا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجبعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار فهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أميرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخذ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الخوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القائم فوق عباده وهو الحكيم القبيل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وروحي إلي آها القرآن لأنذركم به ومن بلق فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بنيء مما تشركون الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أي نشركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين منظوا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أجنة أن يخفروا في آهالهم رقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك جادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهركون إلا أنفسهم وما يشكرون ولو ترى إذ ركفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكثب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالبذال هم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ ركفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت المساعة بغتتا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا وهم يحملون أوزارهم على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يسدون وما الحياة الدنيا إلا لعن وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ينحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ أُسْرٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَكُذِّبُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْقُنَا وَلَا مُمَذِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَّذَي الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَكَ وَعَلَيْكَ إِعْرَابُهُ فَإِذِ استَطَعَتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَطًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يشتجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طال يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صنوا بكم في الظلمات من يشأ إلاه يغليه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنزون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نشوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فدعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبنسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة أليهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذنين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهوا العذاب بما كانوا يفسكون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين صدَهَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ ح places اشتركوا في القناة 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 فأي الفريقين أحب بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قلبه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاط ويعقوب كل الهدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك من الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم مما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه لجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب المذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه وقراطي ستبتونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلم وأنتم ولا هبابكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضلعاكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تغفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهجنوا بها في أغلمات البل والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنزل من السماء ماء قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخر من طلعها قدوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أزفر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولم بينه لقوم يعلمون إذ تبع ما موحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بوكير وَلَا تَسُرْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُرْبُوا اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمُ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّهُمْ فَيُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ وَأَقْزَمُوا بِاللَّهِ جَهْبَ أَيْمَادِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقْلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمِنُونَ صدق الله العظيم الفاتحة